ناتنياهو يكلف رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في انتصار لرئيس الوزراء الأسبق الذي كان قد تعهد باستعادة المنصب وبدأ زعيم حزب الليكود مفاوضات مع حلفائه من اليمين المتدين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء الكنيسة البالغ عددهم 64 نائباً لأنهم صوتوا لصالح تعيين رئيساً للوزراء سنبدل كل ما بوسعنا لتشكيل حكومة مستقرة ناجحة تعمل لصالح جميع المواطنين وكان نتنياهو قد تعهد بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس 2021 والتي جعلته زعيماً للمعارضة الإطاحة بالحكومة في أول فرصة وسيكون أمام نتنياهو 28 يوماً لتشميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوماً إضافية إذا لزم الأمر وتصدر نتنياهو نتائج الانتخابات التي أظهرت حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدة وبعد الانتخابات الأخيرة التي نظمت في إسرائيل التي تشهد انقساماً سياسياً دعت دول غربية عدة من بينها الولايات المتحدة إلى التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيم الأقليات من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعكس تنامي مظاهر التطرف والعنصرية وأكد أنها لم تفرز شريكاً للسلام